السلام عليكم كل طلاب أول سنوي سينيور فرست أهلا بكم وأول فيديو من مادة البيولوجي قبل ما نتكلم عن يونت 1 خلينا نعدي بسرعة على الـ Content Outline المقررة عليكم في جريد 1 ونشوف إيه اللي بيربطها بجريد 2 و جريد 3 في جريد 1 فيه 4 يونتز في يونت 1 هنتكلم عن الأساس الكيميائي للحياة Chemical Basics of Life في يونت 2 هنتكلم عن تركيب ووظيفة الخلية في يونت 3 هنتكلم عن توارث الصفات في يونت 4 هنتكلم عن تصنيف الكائنات الحية Unit 1 بيتقسم ل3 شابتر في شابتر 1 هنتكلم عن الـ Chemical Structure لأجسام الكائنات الحية وهنركز في الشابتر ده على طبيعة الماكرو موليكيولز وأول 2 ماكرو موليكيولز اللي هم الكاربوهايدريتز والليبتز في شابتر 2 هنتكلم عن الـ Chemical Structure لأجسام الكائنات الحية وهنركز في الشابتر ده على 2 أخر موليكيولز اللي هم الـ Proteins والنيوكليك أسيتز لو خرننا يونت 1 وبعض أجزاء يونت 3 في جريد 1 خصوصا الأجزاء الخاصة بالـ Chromosomes والـ Genetic Information هنلاقيه الأساس لفهم يونت 2 في جريد 3 واللي بيتكلم عن المولوكيولر بايولوجي في شابتر 3 هنتكلم على الـ Chemical Reactions في أجسام الكائنات الحية وده بيغطي التمثيل الغذائي الميتابوليز والـ Enzymes وهنلاقي هنا تاني أن شابتر 3 هو البيز لفهم شابتر 1 في جريد 2 واللي بيتكلم عن التغذية والهضم في الكائنات الحية وخصوصا في الأجزاء الخاصة بالـ Enzymes والـ Digestion في الـ Heterotrophic Nutrition يونت 2 بيتقسم برضو لـ 3 شابتر في شابتر 1 هنتكلم عن نظرية الخلوية الـ Cell Theory وفي شابتر 2 هنتكلم عن تركيب الخلية الـ Cell Structure أما في شابتر 3 هنتكلم عن الـ Organizations of Living Organisms وتمايز الخلايا اللي بنسميها الـ Differentiation of Cells وتنوع الأنسجة النباتية والحيوانية الـ Diversity of Plants and Animal Tishes هنلاقي برضو الأجزاء الخاصة بالـ Cell Structure والـ Plant, Cells و Tishes مرتبطة بفهم يونت 1 في جريد 2 وخصوصا الأجزاء اللي بتتكلم عن امتصاص النبات للمية والمعادة من التربة والبناء الضوئي في النبات احنا بدنا معاكم بمخطط المناهج في 3 Grades عشان نأكد لكم ان مادة البيولوجي مادة متربطة والمذاكرة فيها كويس من أول سنة هيفيدنا كتير في السنين الجاية وخصوصا في 3 سنوية وكمان مرحلة الجامعة خصوصا للي ناوي يدخل علم علوم لازم يركز من دلوقتي ويخلي مادة البيولوجي زي مواد اللغة عشان يضمن التفوق وتكون السنين الجاية أسهل عليه في المذاكرة ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ نتكلم عن وكيميكال بيزيز وفايف